واجهة موريتانيا البحرية يتم التلاعب بها لإرضاء نهم حاكم جاء على الأخضر واليابس توسعة الميناء والتي بلغت 290 مليون دولار أي 87 مليار أوقية كلها لهبت إلى جهوب الرئيس وزبانيته من الفاسدين فتم التلاعب بالمعايير وسرقت التجهيزات وتم التغافل عن أبسط النور بدأ الأمر بخلاف مع الصينيين الذين كانوا يتولون مهمة تشييد الميناء وذلك عند رفضهم تسليم الدليل الفني للرصيف الجديد أسباب الرفض الصيني الذي كان مجهولا في البداية بات واضحا مضوح الشمس لا لتولي المسئولية لنتيجة التنفيذ فالمشروع المنجز بعيد كل البعد عن المشروع المتفق عليه أصلا فبحثا عن العملات قلص طول الرصيف المينائي بنسبة 50% تم التلاعب بتجريف الرصيف وعمق المياه إلى النصف ما يعني تقلص حجم وحمولة السفن التي يمكنه الرصيف على هذا الرصيف وبالتالي فلن يمكن للسفن الجيل الثالث التي تصل حمولتها إلى 200 ألف طن أن ترسو فالحمول القصوى للميناء هي 35 ألف طن أقل عشر مرات مما كان متوقعا الرافعات الجسرية للميناء تم ابتلاعها بالكامل إذ كانت أربعة ضمن العقد ولم يتم استلامها وبحسب التقرير فإن المزانية المقطصة لها تصل إلى 25 مليون دولار تقرير داخلي حول المشروع أكد أن 90 مليون دولار على الأقل نهبت من ميزانية المشروع متحدثا أيضا عن تحويلات مالية ضخمة إلى حسابات في مكاو ترجمة نانسي قنقر